اشتركوا في القناة همزة قطع هكذا او هكذا او ترسم همزة وصل وقد انتهينا من هذا الجانب وفي هذه المحاضرة ان شاء الله سنبدأ الحديث عن رسم الهمزة المتوسطة وقد ذكرت في محاضرة سابقة ان الهمزة في وسط الكلمة لها اربعة اشكال اما ان ترسم عليها هكذا وهي التي يسميها الطلاب على نبرة او على كرسي او ان ترسم هكذا على واو او ان ترسم هكذا على الف او ان ترسم هكذا مفردة على السطر وسنبدأ في عدد من الدروس ان شاء الله تعالى دراسة احكام هذه الهمزة المتوسطة متى ترسم على يا ومتى ترسم على واو ومتى ترسم على الف ومتى ترسم مفردة على السطر قاعدة الهمزة المتوسطة هنا في وسط الكلمة قاعدة واحدة ومنضبطة إلى حد كبير وهي تعتمد على الآتي تعتمد على أن تعرف حركة الحرف المهموس إذن عندنا هنا حرف مهموس وحركة الحرف الذي قبله إذن لا بد أن نعرف حركة هذا الحرف وحركة الحرف الذي قبله هل هو متحرك أو ساكن ثم إذا كان متحركا فهل حركته الضم أم الفتح أم الكسر إذن القاعدة تعتمد على ماذا على حركة الحرف المهموس أو سكونة وعلى حركة الحرف الذي قبله ثم ينظر إلى قوة الحركة لأن أقوى الحركات على الإطلاق الكسرة والكسرة يناسبها أن ترسم الهمزة على ياء ثم بعد ذلك الضمة والضمة يناسبها أن ترسم الهمزة على واو ثم بعد ذلك الفتحة ويناسبها أن ترسم الهمزة على ألف هذه الحركات مرتبة حسب القوة الكسرة أقوى ثم الضمة ثم الفتحة انتهينا من الحركات فأمر طبعي أن تكون السكون أضعف من جميع الحركات ويناسبها أن تكتب الهمزة مفردة على الصدر طيب نحن سننظر هنا إلى أمرين إلى حركة الحرف المهموز أو سكونة أو إلى حركة الحرف الذي قبله أو سكونة تنظر إليهما معا ثم تنظر أيهما أقوى حسب هذا الترتيب وترسم الهمزة حسب قاعدة الحرف الأقوى وحتى يتضح هذا الكلام بالمثال سنرى الآن وأنبه إلى أن هذه القاعدة تحتاج إلى دقة في تحديد حركة الحرف المهموز أو سكونة والحرف الذي قبله لو أخذنا سئلة 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 فلاحظوا معي عندما نضبط الحرف المهموز سئي سئي إي إذن هو مكسور والسين الحرف الذي قبل المهموز سئ إلى لماذا رسمت الهمزة علي لأن الحركتين المجتمعتين هنا هم الضمة والكسرة وقد اتفقنا على أن الكسرة أقوى من الضمة إذن نعطي الهمز حكم الحركة الأقوى وهو أن تكتب على نظرة لاحظوا معي رأوف رأوف رأو 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 إذن الهمز مضموم رأو والحرف الذي قبله وهو الرأ مفتوح اجتمعت الفتحة والضمة والضمة أقوى من الفتحة إذن تكتب الهمزة على واو لأن نعطي الحكم للأقوى لا تنسوا هذا الترتيب للحركات والسكون حسب القوة الكسرة هي الأقوى ثم يليها الضمة في القوة ثم الفتحة انتهت الحركات فكان السكون أضعف من جميع الحركات الثلاث والقاعدة تقول ننظر إلى حركة الحرف المهموز وإلى حركة الحرف الذي قبله أو السكون ثم نعطي حكم الهمزة للحركة الأقوى فإن كانت الحركة الأقوى من الحركتين كسرة جعلناها على يا وإن كانت ضمة جعلناها على واو وإن كانت فتحة جعلناها على ألف وسوف نبدأ الآن إن شاء الله تعالى بمعرفة أحكام كل همزة من هذه الهمزات الأربع باعتبار هذه القاعدة وهي قاعدة الضعف والقوة وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث عن رسم الهمزة المتوسطة على يا ولا شك أن جميع المواضع الآن حسب هذه القاعدة ستكون الحركة الأقوى في جميع مواضعها هي الكسرة ثم رسم الهمزة على واو ستكون الحركة الأقوى هي الضمة ثم رسم الهمزة على ألف ستكون الحركة الأقوى هي الفتحة ثم نتعرف بعد ذلك كيف ترسم على سطر مع أن السكون هي أضعف العلامات الأربع بإذن الله تعالى نلتقي إن شاء الله